نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع تعددت وسائل الإسلام في تمكين الأخلاق فمن تأثير على الوجدان والعاطفة إلى فرض بالسلطان والدولة هذا ما نتعرف عليه في حلقتنا هذه مع فضيلة الدكتور حسن الخطاف دكتورة في العقيدة الإسلامية نائب عميد كليت الشريعة في جامعات حلب سابقا أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتورة أهلا مرحبا أهلا وسهلا إلزام الناس من خلال الدفع العاطفي أو الترهيب حتى هناك كتاب يسمى الترغيب والترهيب لإمام المنذري كيف استخدم الإسلام هذا المفهوم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الإنسان كما تعلم يتأثر بالترغيب ويتأثر بالترهيب وشيء طبيعي حتى في حياتنا اليوم الطالب عندما نرغيبه بأن هناك كليات ولسيما الآن لو أخذنا مثال كلية الطب مثلا التي في مجتمعاتنا لها دور كبير عندما يرغب الطالب هذا بأنه سيحصل أن حصل على معدل عالي ستنتظره كليات مثلا كلية الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو ما إلى ذلك ترانا نشجعه على ذلك إذن نحن نرغيبه فالترغيب والترهيب هو أمر مرتبط بحياتنا فالإنسان يعني حتى الموظف عندما يعلم أن هناك يعني وظيفة عالية راتب ودخل عالي ينتظره هذا يدفعه إلى الدراسة إلى الإنتاج إلى العمل حتى الموظف يعني إذا كان مدير العمل وعده إن انتجت أكثر لك مكافأة نظام الحصص في العمل هذا واقع القرآن الكريم يعني لم يخرج عن هذا الواقع إذن ولذلك نجد يعني مئات من الآيات التي تتحدث عن الجنة ونعيمها وأنهارها وخمرها وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين عرضها عرضها السماوات والأرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة حديث كثير أخي إن في الجنة لشجرة يسير الجواد المضمر مئة عام لا يقطع ظلها نعم يذكر كثير من العلماء أن هناك أكثر من ألفين آية تتكلم عن اليوم الآخر يعني ما يقارب ثلث القرآن تقريبا هذا إن دال لا يؤكد الفكر على أن الآيات التي تتحدث عن يوم الآخر هي على نوعين إما فيها ترهيب وإما فيها ترغيب إذن هذا يدفع المرأ إلى الالتزام بالسلوك فأنا عندما أعلم أن هناك جنة تنتظرني وكما وصفها الله سبحانه وتعالى أو جاء وصفها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدفعني إلى مزيد من العمل وإلى ابتعاد عن الشرور والمساو والأخلاق السيئة وكذلك عندما أعلم أن نارا تنتظرني لو عصيت الله سبحانه وتعالى من خلال سلوكي من خلال أخلاق سيئة من خلال فعل الشرور وهناك مئات أخي من الآيات التي يعني مرعبة ومخيفة يعني كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب آية والله مخيفة جدا آية مخيفة جدا يعني هذه الجلود التي من خلالها نشعر الإنسان يشعر الجلد إن مات إن مات الجلد لا يشعر الإنسان في هذا عجاز علمي نعم قال العلماء أنه هذا فيه عجاز علمي فالجلد هذا الجلد يعني يعود لك مرة أخرى كما يعود اللباس من أجل ماذا؟ من أجل أن يشعر هؤلاء عصاة نسأل الله العافية أنت عندما تقرأ في آيات عدة يعني أنهم خالدون في نار جهنم ما دامت السماوات والأرض لا يوم ولا يومين ولا مئة هذا يدفعك إلى ماذا أخي؟ يدفعك حقيقة يدفعك إلى فعل الأخلاق الحسنة أو ترك الأخلاق السيئة هل الترغيب والترهيب هو فقط في الأمور التي تتعلق بالآخرة؟ يعني مثلا هناك أي تقول في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ليس في ذلك نوع من الترغيب الدنيوي أيضا؟ نعم نحن نعلم أن الحياة الدنيا أيضا فيها ترغيب يعني أنا عندما أعلم أنني عندما أفعل الأخلاق الحسنة والسلوك المستقيم قد يوسع الله علي في الرزق وقد يفتح الله علي في العلم هذا نوع من الترغيب يعني لا يتقرب إلى الله أخي بمعصيته ولا ينال العبد العلم بمعصية الله نعم وهناك أيضا حتى ترهيب حتى في القرآن الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة يا ستار نعم فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة ربط بين الترهيب الدنيوي وضحك نتوضح لنا كلمة ضنكة يعني ضنكة وضيق كلها تأثير إن شاء الله سبحان الله يعني ضنكة أخي لاحظ ضنكة وضيق الشدة الحياة السعيدة ليست مرتبطة بالمال وليست مرتبطة بالجمال وليست مرتبطة بالسيادة والمكانة ربما ترى شخصا من يعني يخيل إليك وتتوهمه على أنه يعني من أسعد الناس الآن الذين يعيشون في قصورهم هؤلاء يعني من حكام ورؤساء وما إلى ذلك قد يخيل إلينا على أن السيارة الفارهة يعني تحت خدمته والقصور العالية والنساء وما إلى ذلك لكن أخي هناك في القلب مكان لا يملو إلا بالإيمان بالله فالضنك أحيانا قد يكون عندك مال لكن هالمال قد يجلب لك ضيقا يجلب لك حسرة يجلب لك شدة قد تجد شخص هكذا فقير يضع يده يعني تحت رأسه وينام ويمستريح إذن ماذا يدل على هذا أخي؟ السعادة وحقيقة السعادة ليست مرتبطة بالمال يعني خذ مثال على ذلك الدول الأسكندانفية أخي أكبر نسبة انتحارات فيها لماذا أخي لماذا طيب النساء موجودة على فرض أن هناك من يتصور أن النساء تجلب السعادة والمال موجود والحياة كلها موجودة عندهم لكن عندهم نقص في الإيمان بالقضاء والقدر المسلم أخي عندما يصاب مصيبة عندما يصاب امتحان عندما يصاب اختبار يقول كتب الله علي هذا الشيء وهذا سيدزيني الله عليه في الآخرة إذن عنده شيء خزان هكذا خزان يمتص في هذه الأشياء حتى قرأت أنا بحث عن الشركات الأمريكية كثير من الموظفين يصابون بجلطات يعني أنا ذهبت وظيفتي أنجلت أموت يعني قد بسبب ذهبي وظيفتي نعم هذا يعني حتى لا نقرأ فيه التفاصيل كثيرة هذا حقيقة هناك الخلاصة يعني الضنك والمعيشة التي فيها مشقة فيها تعب وهي قد يخير إليك كما قلت من خلال الظاهر من خلال ماله وترفه وكذا على أنه يعيش في نعيم لكن الحسرة والألم يكون في الداخل نعم هل ترى أن هناك تقصير كان لدى العلماء والدعاة في مسألة الترغيب والترهيب على المنابر والخطب وحتى الدروس والوعظ؟ والله أنا أقول ممكن الترهيب يعني طغى في حياتنا أكثر الترهيب طغى في حياتنا أكثر من الترغيب يعني دائما أقرأ الآن في المواقع في مواقع الأنترنية أو في مواقع هاي اللي تجد يعني دائما ذكر النار ذكر النار ذكر النار أحيانا إنسان كالطائر أخي حقيقة الطائر لا يطير إلا بجناحين فعلينا أن نرغب من جهة وأن نرهيب من جهة فلا نرغب كثيرا حتى لا يطمع الناس هكذا يقول لك يلا ظلت إذن لا في نار ولا في شغلة ولا نرهيب الناس لأن ترهيب الناس ترهيب الناس يؤدي إلى اليأس أخي فالله سبحانه وتعالى علينا أن نذكر هذا ونذكر هذا نخيف الناس من جهة ونرغب الناس من جهة ليبقى الإنسان بين رجاء وخوف بالضبط هذا ما ذكره العلماء نعم ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي قضية دور السلطان والدولة في إلزام الناس بالأخلاق هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل فاصل قصير ونعود وصلنا إلى نقطة دور السلطان والدولة في إلزام الناس بالأخلاق أو ترسيخ الأخلاق في المجتمع لو ننطلق من هذه النقطة الأصل فالإنسان أنه يلتزم ذاتيا وأن يشعر بمراقبة الله له سبحانه وتعالى يعني هي التي تسوق الإنسان إلى فعل الخير وإلى ترك الشر شعورك بأن الله يراقبك الأصل فيها أنها كافية لكن بعض الناس قد لا يتكفيه هذه ولا تكفيه آيات الإنذار ولا آيات الترغيب إذن ما العمل بالنسبة لهذا؟ لا بد أن تكون هناك قوة منزمة له إلى جادة الحق والصواب لأن المجتمع لو لم تكن فيه هذه القوة لم فسد المجتمع وبماذا تتمثل هذه القوة؟ هذه القوة هنا تتمثل قل عنها سلطان قل عنها حاكم قل عنها الرئيس إذن هذه القوة هي التي تلزم ذاك الذي يجنح عن طريق الصواب يعني يرتكب زنا يرتكب غوش يرتكب احتكار يعتداء على الناس لكن الإشكال أين هو؟ السلطان في زماننا هذا يعني أين نهرب أخي؟ يعني الأصل أن يهرب الناس إلى السلطان ليلزم المفسدين لكن الإشكال أن السلطان ربما يكون هو المفسد قد يكون حاملا للواء الفساد إذن فعندما ذكر العلماء قضية السلطان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كيف؟ كيف؟ أنا قد أقرأ يعني عشرات من الآيات القرآنية وكأنني لم أمتثل الأوامر ولا أمتثل النوع لم أتعيض بها لم أتعيض بها إذن لابد أن تكون عندي قوة أخي لابد أن تكون رأي قوة هكذا تدفعني إلى فعل الخير وتجبرني عليه جبرا وهذه تتمثل بالحاكم العادل لأن ذاك الحاكم الفاسد الفاجر هذا هذا هو يحض الناس على فعل المعاصي وفعل الفجور كما رأينا في مجتمعنا من دعم لهذه الأمور نعم إذن الوازع السلطان أو قوة السلطان تتمثل هي بقوة السلطان العادل الذي لا يتجاوز عن العقوبات الشرعية صراحة ليس له أن يبتكر من العقوبات ما يزيد عن الحد المطلوب لأن هذا يؤدي إلى التجاوز وهو نوع من النوع السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله وأولهم إمام عادل إن شاء الله هذا قضية العدالة هذه سنفرغ لها إن شاء الله حلقة كاملة بإذن الله تعالى لكن الذي يهمنا الآن الإمام العادل أو الحاكم أو السلطان هو الذي ينبغي أن يكون بيده القوة التي تلزم الناس إلى فعل الخير ما مدى سلطته يعني أن هناك مثلا أمور لها مصدر شرعي مثلا الزنا السريقة أو ما شابه طب هناك أمور ليس لها مصدر شرعي يعني وقعت حادثة السنين الماضية طفل قال يعني لو بنزل النبي ما راح أدين وما شابه فقتل يعني ما هذا الفعل أخي الآن إحنا عندنا مسألة في الشريعة الإسلامية عندنا العقوبة تقسم إلى ثلاثة أقسام حدود قصاص تعزيرات كل العقوبات في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن هذا ثلاثي الحدود معروفة حد الزنا وحد البغي وحد الرجم وما إلى ذلك هذه ولا شرطها الخاصة والأحية سميت حدود ليس للسلطة ما معنى حدود يعني أنا أقول عندي حد حد الدار حد البيت تخم يعني لغة عربية فصيحة الحد هو أن لا نتجاوزه لأهميتها ولمكانتها ليس للحاكم أن يزيد عنها أو ينقص أو أن يعفو لأنها كما يسمى عندنا بحقوق للمجتمع وبحق الله وعندنا القصاص القصاص هو قضية شخص يقتل شخص وكتب عليكم القصاص ولكن في القصاص حياة يقول الألباب الآن هي قضية التعزيرات هذه مجالها واسع لمن يعود الحكم فيها؟ الحكم يعود فيها يعني لأصحاب الخبرة ولأصحاب القضاة طبعا منتزمين بالشرع الإسلامي وهذا الأمر فيه أخي فيه يعني فروق مثلا يعني بعض الأشخاص الآن ربما من نظرة كما يقول يعني كما يقول العلماء التعزير ليس له حد هناك أشخاص تكفيه نظرة يعني نحن ندرس طلاب بعض الطلاب ربما تصدر منه هفوة تعزيرا له قد تنظر إليه هكذا نظرة هكذا تكفيه ولكن شخص آخر أخي قد تخرجه هكذا يعني خارج الصف ولا يتعب إذن لذلك يقول العلماء التعزير هو مختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص إذن فالشخص الذي يكفيه تكفيه نظرة شخص آخر قد لا يكفيه سجن أسبوع صلاحية الشريعة الإسلامية للزمان والمكان في ضبط الأخلاق مرتبطة بالتعزير هنا هل لنا أن نقول أن الدولة هي أيضا ملتزمة بأعمال السلطان من حيث يلزم الناس بالأخلاق نحن نتحدث عن السلطان الدولة لا تهمنا الدولة هي عبارة عن كيان الدولة كيان سياسي يعني أرض والشعاب ودستور لكن الذي يهمنا هو القانون أو نسميه عندما نقول نحن السلطان نقصد به التشريع وهو تشريع نقصد به التشريع السماوي الذي يطلب من القاضي أن ينفذه فالقاضي إذن عنده مساحة أين هي المساحة؟ المساحة هي في قضية التعزيرات له أخي للقضاة أن يبدعوا أو أن يشتقوا ما شاءوا من التعزيرات المناسبة للمجتمع وكل هذا داخل في شرع الله سبحانه وتعالى هنا لنختم حلقتنا أنا أحيانا بشوف شخص ظالم هذا الظالم أنصحه لا يسمع طب أنا في واقع السورة ما بحسن بشكي هذا الشخص لقضاء أو ما شابه لأن القضاء لا يستطيع أن يؤثر عليه شخص مصلح عنده أشخاص هل لا يستطيع أن أفضحه؟ هاي الفضيحة يعني نوع من ردع لهذا الشخص؟ حقيقة نحن نعلم أنه في الشريعة الإسلامية الشخص الذي يجاهر بالمعاصي يعني لا غيبة له ولك أن تقول يعني بعد أن ينصح ولكن هو يجاهر لا مانع أن تذكره من أجل أن يجتربه الناس أخي وصحيح أن حديث النبي كما جاء في الحديث يعني اذكروا محاسن موتاكم لكن علماء قالوا الرجل الفاسق عندما يموت لك أن تذكره عملا بأحاديث أخرى هي أصح من هذا الحديث إذن الشخص لك أن تذكره عندما يكون في مرحلة من الفجور أو عنده استمرار على الفسوق من أجل أن يحذره الناس فعندما أعلم أنا عندما أعلم أن اسمي سيذكر أمام الناس على أني مرتكب لهذا الجرم أو لهذه الموبقات إذن هذا سيكون ماذا سيكون؟ رادعا من الروادع لي وبهذا نختم هذه الحلقة نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم لنلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بإمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة اشتركوا في القناة شكرا